اشتركوا في القناة عبود باشا من رؤساء النادي الاهلي الملهمين والمؤثرين وأصحاب النجاحات وفي عهده تسع بطولات دوري متتالي النادي الاهلي سيطر عليه ولكن بيتم تشويه عبود باشا ومحاولة تصوير وكأن النادي الاهلي قبل عبود باشا ما كانش صاحب إنجازات لا تعالوا بس الأول نسمع إيه اللي تقال ونرجع بقى نقول لكم حقاية التاريخ فين والرد بالورقة والألم طيب مين أصحاب المال بقى في القصة دي اللي هو بقى سطوت وسيطرة أصحاب المال يطلع علينا هنا شخصية غاية في الأهمية وأنا باعتبر المؤسس الحقيقي للنادي الاهلي هو الملياردير أحمد عبود باشا عبود باشا بقى اللي هو الملياردير العصامي ده وملياردير مصر الأول لما تولى رئاسة النادي الاهلي من سنة سبعة واربعين لغاية الف وتسعمية واستين قرابة خمستاشر سنة هو بقى أسس النادي الاهلي الذي نعرفه الآن الأرض وحمام السباحة ومدرجات التيتش هو اللي عمل كل وهو بقى اللي بدأ فكرة مش كان بقرالة كان محمد عمو الطلب المطرب الجميل وقى بيحكي إن حضر كان بيخطف اللاعب يحطوهم في السجن ويخلل محمد عمو الطلب يغنلهم ويأكلهم ويشربوهم أحسن الأهل يخطفهم هو بقى اللي هو أحمد عبود باشا لأنه أول مرة بقى أول دخول لرأس المال في كرة القدم بالقوة دي وبإيه فلوسه على الترابيزة فكان بيخطف كل اللاعبين وينفق مكافأة كبيرة ويؤسس في النادي فكرة الصفقات والانتقلات ورأس المال والنفوذ كل ده هنرد بالتاريخ وبالحرف وبالوصائق وبكل حاجة تتخيلوها ولكن فيما يخص حاجة هي حق للنادي الأهلي عبود باشا آه كان طبعا ليه دور هام جدا في التبرع في إنشاء حمام السباحة ولكن افتتاح حمام السباحة أصلا كان قبل رئاسة عبود باشا بفترة حتى لو قليلة طيب فيما يخص بقى فكرة تصوير وكأن كانش فيه منهج للنادي الأهلي وكأن ما كانش فيه ريادة وتفوق للنادي الأهلي وكأن عبود باشا كان استثناء للقعدة تعالى بقى فجأة عبود باشا صنع الفارق ما بين النادي الأهلي ونادي الزمالك لا حضراتك ده من الصح عبود باشا هو رئيس تاريخي ومؤثر ومن أهم الرؤساء في تاريخ النادي الأهلي ولكن قبل النادي الأهلي حضراتك ده سنة الحياة سنة الحياة تفوق الأهلي على الزمالك دي حاجة من نواميس الكون تعالى نعرض بطولات النادي الأهلي ما قبل عبود باشا خالص مقارنة بالزمالك بطولات النادي الأهلي في كاس مصر 24 بطولة لعبة 12 لستة 12 لأهلي لستة السلطان حسين 18 بطولة 7 للنادي الأهلي مقابل 2 للزمالك دور القاهرة 24 بطولة 12 للاهلي 9 للزمالك اجمال البطولات ما قبل عبود باشا ستة وستين بطولة 31 للاهلي 17 للزمالك هي دي القعدة هي دي ببساطة حتى رغم ان انت بتزكي النادي الأهلي وبتزكي عبود باشا بس مش هنوع في الفخر لا عبود باشا ما كانش استثناء للقعدة القعدة طول عمرها قبل وبعد عبود باشا النادي الأهلي هو الأول النادي الأهلي فارق بفارق كبير جدا قبل سطوة المال وقبل كل اللي انت قلت ومرة تقوله اصل اللعبة في الاسماعيلية مرة تقوله الحكام مرة تقوله فلوس عبود باشا مرة وكلة الأهرام اعمل اللي تعمله هيفضل في كل التاريخ النادي الأهلي النادي الأهلي هو السلم بيزكي عبود باشا يا راجل يا طيب دي تسكيال عبود باشا سيد براهيم عيسى بيعجبني انه بعض الأوقات بيتعلم من أخطأه لما أخطأ في 2010 الخطأ الفادح لما قال مؤسس النادي الأهلي ادريس بيك راغب وقلصق تهمة الماسونية بالنادي الأهلي كان عنده رد من قناة النادي الأهلي من اعلامي النادي الأهلي حسب انه هو ظهر شكله وكأنه لا يدري شيء عن تاريخ النادي الأهلي فجاء في الحوار قال ايه هنستبعد ادريس بيك راغب لان الناس بتزع لا لان الناس بتكشف جهلك بتاريخ النادي الأهلي مش الناس بتزع احنا بنزعلك بالعكس احنا بنزعلك لان بنوضحك احنا ما بنزعلك من حاجة احنا معانا ورق معانا تاريخ مشرف معانا لو مريت على تاريخ الأندية كلها ما احترمنا لكل الأندية مش هتلاقي نادي يوم من أول ساعة في إنشاؤه متسجلة مش هتلاقي الكلام ده غير في النادي إله فطبعا القصة إن هي مش بتزعل لكن الشكل الوديع اللي ظن فارس إنه هو بيحاول يزكي به عبود باشا كان أمام الشاشة لكن كان له حلقة في الإزاعة بيتكلم فيها عن وش النادي الأهلي عبود باشا تعالوا نسمع الفيديو عشان عندنا تعقب مهم الوش الحقيقي للنادي الأهلي هو أحمد عبود باشا يعني الوش الحقيقي يعني الذي صنع مصاري الأهلي كنادي متفوق وريادي ويعني تقريبا تحتوي أدرج دواليبه كل كاسات وضروع مصر تقريبا الكروية هو أحمد عبود باشا يعني لو الأهلي عايز يعمل له بني آدم له يعني لا مصالح سليم قطعا مع عظمته ومكانته وجماهريته كلاعب كورة لا اللي أسس النادي الأهلي بجد هو أحمد عبود باشا والعمل منهج اشتري اللاعب انت بتنافس اشتري كل اللاعب احطوه بجنبك عالدك كده اللي خده بياه كل البطولات واللي رفع لأعلى سعر هاته ده هو ده أحمد عبود باشا هاته ده أي لعيف أي حيث هاتوه 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 ده زيث هاتوه دي بتاعة الأهلي العمل أحمد عبود باشا خلينا نكون واضحين كده هو الأستاذ إبراهيم عيسى عمل الساعة اللي بدون فواصل دي عملها ليه؟ عشان يوضح إن أي شيء في تاريخ نادي الزمالك كان مجرد رد فعل على ما يحدث في النادي الأهلي بمعنى إن فيه سطوة مال في النادي الأهلي فأحنا مباح لنا كنادي زمالك في وقتها نعمل أي شيء وليه ما قالش الكابتن صالح سليم لأن الكابتن صالح سليم لعب كرة بقى ثم مدير كرة ثم أصبح عضو ثم أستقال ثم أصبح رئيس نادي وقدر يحقق وهو رئيس نادي 35 بطولة مش هيقدر يتكلم فيهم يقول وكالة أهرام أو رجل أعمال بيصرف عن النادي من جيبه ولا هيقدر يتكلم في أي حاجة لأن فترة الكابتن صالح سليم هي فترة النادي الأهلي الطبيعية النظام المؤسسي فكان الكابتن صالح سليم ب35 بطولة من وجهة نظر إبراهيم عيسى ما ينفعش يكون وش للنادي الأهلي لكن الوش للنادي الأهلي الملياردير أحمد عبود باشا حتى لو كانوا 23 بطولة فقط لغير ده بطولات الكابتن صالح سليم غير بطولاته كلاعب اللي بتحوالي 19 أو 20 بطولة ليه بقى؟ لأن أنا عايز هنا أنا عايز أضرب في الحتة دي أنا عايز أقول أن النادي الأهلي بياخد البطولات بفلوسه أنا عايز أقول أن أحمد عبود باشا بتاع هاتو هو اللي خلانا بعد كده للكابتن حسن حمدي هاتو أي لعب ينضم لنادي الأهلي في مغلطات تاريخية فادحة لكن الحقيقة كلمة هاتو دي ما كانتش خاصة بالنادي الأهلي وما بدأهاش أحمد عبود باشا رئيس النادي الأهلي برغم أنه أكيد له إسهامات كبيرة جدا في الخمستاشر سنة مع النادي الأهلي حق 23 بطولة لكن أساسا التاريخ نفسه بيقول أن كلمة هاتو دي كانت من نادي الزمالك من رئيس نادي الزمالك محمد حيدر باشا 1928 إحنا عارفين أنت ما بتقراش ولو قريت مش هتقول الحقيقة إحنا وصلتنا في ده خلاص وللأسف أنت بتطيع فقط لغير لما يطلع رئيس نادي يتجاوز فحقك ويتطول عليك ويقولك هديك كذا أو هديك بكذا لكن احنا لا بنعملش كده فتعالوا نروح لـ 1928 ونشوف مين اللي كان حاطت منهج هاتوه أدي الأهرام 1 ديسمبر 1928 الألعاب الرضية اللي كان بيكتب طبعا الكلام ده إبراهيم علام جوهينة اللي هو ساعد في تمصير نادي الزمالك المختلط والأهلي في كرة القدم بين الدفاع والهجوم سيبك من فكرة أنه ما بيتحدث عن مباراة ولكن شوف بيتكلم عن فكرة تكوين فريق المختلط إزاي سنة 1928 يعني قبل 18 سنة من وجود أو قبل 20 سنة من وجود أحمد عبود باشا وقبل 20 سنة من بداية الدور المصري بيقول إيه فكانت زمرة من طلاب الوظائف اللي طالب وظيفة بيروح فين ومن طلاب الفوائد اللي عايز فايدة بيروح فين وبضع من الذين طرقوا النادي الأهلي في العام الماضي طبعا كان على رأسهم حسين حجازي وكانت بعد ذلك قوة من الدفاع بنيت على السالمين الإخوات اللي جايين من الاتحاد السكندري والحسني أما الهجوم فقد بني على مين بقى على حجازي فأبازة اللي انضم ليه برضو بعد وقع الـ 28 الشهيرة ثم ضم إليهما البرنس الأسكندري طبعا اللي كان صاحب في ضيحة وقع جينيف واللي حارب محمد حيدرباش عشان ما يتوقفش وكانت النية منصرفة إلى ضم السوري والسيد جودة وتوفيق عبدالله ولعبين كتير جدا بس يا الفكرة كلها بيقول إيه بقى وكانت حتى تكون منتخب القطر بعد ذلك في نادي واحد إلا إيه اللي حصل بقى إلا أزمة اللي حصلت صرخات بعض الأندية الأندية بتستغيث من هاتو صرخات بعض الأندية التي بدأت تتأثر فعلا من هدم فرقتها من جراء هذا التكوين حالت دون إتمام هذه الخطة لدرجة أحدثت أزمة كرة القدم بسبب تمسك المختلط ببرنسة كما يعرف القارئ يعني إيه الكلام ده يعني أنت الكلام اللي قاله إبراهيم عيسى ده واللي افتخر بيه أخوه طلع كلام مغلوط يعني أصلا فكرة حبس اللاعبين ما كانش بسبب أن فيه فلوس أحمد عبود باشا وفكرة هات اللاعب ده ضمه للنادي الأهلي ما كانش بسبب أن فلوس أحمد عبود باشا يعني طلع أصلا أحمد عبود باشا رد فعل تأخر على نادي الزمالك عشرين سنة من سنة 1928 أستاذ إبراهيم عيسى راجع معلوماتك وقرة كويس وانت بتتكلم عن النادي الأهلي عشان طول ما انت بتتكلم عن النادي الأهلي ستظل بالمعلومات دي الصفر اللي على الشمال اشتركوا في القناة